السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على البطولة وكذلك 30 سحب وجائزة موجودة من خلال الرابط يا شباب اللي رح يكون مثبت يا أصدقائي 15 سفينة و15 حساب فاخر لايك المشاركة مهمة جدا يا شباب لا تستطيع تشترككم من قناة كذلك يا أصدقائي بطولة خاصة بالمدمرات وللم يعرف المدمرات المدمرات من أهم الفئات باللعبة ومدمرات باللعبة جميع المدمرات المتاحة بالشدات وبالروي الباس كلها متاحة بهذه البطولة طبعا يا شباب البطولة فقط من لفل 20 فما فوق يعني لفل 20 فما فوق هما اللي رح يقدرون يشاركون بهذه البطولة معدات المتجر ومعدات البتلباس رح تكون ايضا متاحة بهذه البطولة رح تكون بطولة صراحة عنيفة جدا بالقتال والسفن كذلك من أهم القطع اللي ممكن نح Tony عليها بهذه البطولة واللي رح تكون Joker هذه البطولة نحن نحكيها ان شاء الله مخال ايضا هذا المقطع لك ركزوا يا زين دائما بكل بطولة انا اقول يا شباب لا تخلي الارتباك عدك موجود يعني تخلي انت نفسك لتلعب بطولة وترتبك وتنشد جواز البطولة جدا مهمة والكل يريد يحصلها واغلبكم يريد يحصل الالقاب فجواز البطولة حتكون جدا رائعة انت تخيل انه تحصل لقب هيرو او طبعا ملاحظة مسموح بها القاب الهيرو يشاركون انه عنده لقب هيرو يقدر يشارك ببطولة واللي حصل بطولة يأخد nicht Error اللي عنده هيرو يحصل هيرو ثاني ياخد legend بارny aprende": مركز الاول ايت م72 through Sicher donde سمع ببطولة خسامةara لو sv500دد يعني ببطولة بنفسك انت تلك ال Coronavirus through the Scientists و م Pilzentmi có blev vlastk ri formed civ of сл染 يعني انت تقريبا حصل 350 دولار دولار اكتم three m5oo$ كقطعة بموجودة أما المركز الثاني رح يحصل أيضاً هيرو يعني ركزه يزيان الأول هيرو وجي أس مايا و 15 ألف غول مركز الثاني هيرو وطارة 228 و 2000 أرت كوين مركز الثالث 1500 أرت كوين و 10 ألاف غول طبعاً بطولة سولو يعني حتى تكون معلومة نيجي الآن يا شباب ما هي أفضل مدمرات اللي ممكن أنت تستخدمها صراحة الآن ممكن أعتبر القطعة الهندية هاية واحدة من القطع المهمة وجوكر بي البطولة السورتشيب أكيد يعني لا غنى عنها بالإضافة إلى المدمر الهانزو جيدة رح تكون جداً والإضافة إلى الأدميرال باسا ستة رح تكون جداً رائعة بإمكانياتها يا شباب هاي من أهم المدمرات اللي يقدر قولها واحد ثنياً الهانزو ثلاثة الهندية وأربعة السورت اختصات باربعان يا شباب هذاني أهم المدمرات اللي تأخذهن الآن شن اللي الصواريخ ممكن تستخدمها أو تفيدك شوف الشباب بالأتامك رح يكون مهم جداً الصاروخ الواجهة 12 رح يكون مهم جداً كذلك بالإضافة إلى التايب والسكالب رح يكون المهمات التوربيدات أكيد أكيد التايب 12 وبلاك شارك رح يكون جداً مهمات ورائعات بهاي البطولة الدفاع الجوي نصيحتي لكم يا شباب الدفاع الجوي تحطون تفكرون بالميكس هذا رح يكون رائع جداً اللي هو القاربول مع الكروتر رح يكون عندك ميكس جميل جداً ضد الصواريخ نتحس بحساب شغلة مهمة أيضاً وملاحظة مهمة تفيدكم بالبطولات يا أصدقائي العزاء أنه مروحيتك جداً مهمة لا تخسر مروحيتك بهاي البطولة حاول مروحية من تكشف العدو نصف الفوز تضمنه بعد كشف العدو بالمروحية نصف الفوز تضمنه فلهذا المروحية جداً مهمة تخسرها بالمعركة ولو تضطر تأخذ دمجه شوية لكن تأخذ كفر وتجيب المروحية ما العادو تفجرها بعدين تجي أنت مروحيتك تكشف براحتك وتشتبك وياه وتفجر الخصم مالتك أتمنى التوفيق اللاعبين العرب وإن شاء الله كلكم تحصلنا ألقاب هاي يا شباب المعلومة للأسف أنه ما رح أقدر أبث هذه البطولة الاتزامات الخاصة والاتزامات بالبثوث والقناة لكن حبيت أنه أعلن عن البطولة من أجل أنه العرب اللاعبين يستفادون يا شباب فرصة ثمينة نريد أنه تبرزون مهاراتكم أتمنى لكم التوفيق جميعا لا تنسونا و30 سحب كذلك موجود بالتعليق المثبت وإشتراك بالقناة كذلك يا شباب وكذلك التركيز ثم التركيز ثم التركيز بهذه البطولات أتوقع أنه قادمة بطولات أخرى إن شاء الله كل شهر تكون أكو بطولة أممكن أتوقع أنه ما أدأكد هذا الشيء هذا بقت الأمر الأخي قريم مشرف عربي المسؤول عن هذه البطولات كل تفاصيل أخرى تلقوا بالتعليق المثبت عن الترتيبات الأخرى والتواصل مباشرة مع الأخي قريم مجرد أنه هنا أعلن عن البطولة شباب أنه ما عندي أي ارتباط بالبطولة مجرد أعلن عنها حتى الأحد يجيين ليس أن البطولة صار بها مشكلة أو شيء هاي اللي مو يمي يمن المشرف على البطولة الأخي قريم بشكل مباشر تواصلوني عن أي خلال يصير البطولة أو شيء لا سامح الله أتمنى لكم توفيق جميعا وفي أمان الله